الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقال الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة فالفرقة والخلاف شر وواجبا على هذه الأمة أن تلتقي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وأنا أدعو إخواننا جميعا على العودة إلى هذه الأصول وإلى هذه الثوابت فأنا أكرر دائما وأقول الحماس وحده لا يكفي والإخلاص وحده لا يكفي بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع وما أحوج الأمة الآن إلى اللقاء على الثوابت والأصول والكليات وما أكثرها وليغفر بعضنا لبعض في مسائل الخلاف في جوانب الفروع وفي مسائل الأحكام فالاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة فأنا أشد على أيدي إخواننا الأفاضل من ولاة الأمر في هذا البلد الكريم وعلى أيدي إخواننا الأفاضل من المسؤولين على أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يلتقوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الأصول لا سيما والأمة لا يراد بها الآن الخير فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم جميعا إلى الحق والهدى وأن يؤلف بين قلوبهم وأن واحد صفهم وأن يجمعهم جميعا على كلمة الخير والهدى إنه ولي ذلك مولاه